مرين برضو معاكم أخبار النادي الأهلي وبعد الأخبار اللي تقالك كتير عن إصابة محمد الشناوي حارث مارمى النادي الأهلي بعد مباراة امبارح فنفى مصدر جوه النادي الأهلي كل الأخبار اللي ترددت وأكد كمان إن الشناوي يعني مش بيعاني من أي إصابة وإن هو جاهز لمباراة القياب يمجم على جهة إن شاء الله وكمان أطار يمكن محمد الشناوي الشكوك حوالين إصابته بعد موهق عصاد التراجة التونسي قبل ما يكمل المباراة لغاية نهايتها وأكد كمان مصدر جوه بعثة النادي الأهلي إن الحارث مش بيشتكي من أي إصابة وإن هو كويس إن هو يقدر إن هو يكون إن شاء الله موجود في لقاء العودة كمان نتكلم محمد الشناوي حارث مارمى النادي الأهلي عن ساعته لفوز الفريق على التراجة التونسي وقال كمان الشناوي لفوز على التراجة التونسي بتلت أهداف نظيفة في رادس نتيجة رائعة أكيد ولكن لست في مباراة عودة هنا هتكون في القاهرة وقال لازم طبعا إن إحنا نركز عليها من دلوقتي وأكيد هنبذل كل جهد عندنا عشان نفوز ونتأهل للمباراة النهائية كمان اتكلم الشناوي قال إن فريق التراجة هو فريق كبير أكيد وتفوز بثلت أهداف مش بيقلل من إمكانياته وقال كمان إن هو بيشكر كل لعيبة النادي الأهلي على الأداء وعلى النتيجة وأن هو خلاص تم إغلاق بقى مباراة الذهاب والتركيز دلوقتي هيكون أكيد في مباراة العودة يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله على أستاذ القاهرة وأكد كمان إن اللعيبة يعني بيبدلوا أقصى جهد عندهم عشان يفوزوا في أي مباراة يحققوا أي بطولة بيشاركوا فيها